بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أولاً أن أعبر عن بالغ سروري واعتزازي بهذه النخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل العراق وخارجه وهم يجتمعون اليوم في بغداد بغداد العلم والحضارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022 2031 لتكون مكملة للستراتيجية الأولى 2012 2022 التي للأسف لم تتحقق كامل أهدافها بسبب الظروف الأمنية التي تزامت مع انطلاقها بعد أن تعرض العراق لأعتى هجمة إرهابية على يد تنظيم داعش الإرهابي لهذا فإننا نضع الكثير من الأمال على تنفيذ هذه الستراتيجية التي أطلقناها اليوم لتحقق أهدافها المرجوة وترسم خارط الطريق لإصلاح المظلومة التربوية والتعليمية بما يتطابق مع البعايير الدولية ولرفع مؤشرات جودة وكفاءة نظامنا التربوي والتعليمي خصوصاً أن هذه الستراتيجية قد رسمتها عقول وأياد الوزارات القطاعية المعنية بها في العراق التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية بالتعاون والإسناد الفني من خبراء دوليين ومؤسسات ومنظمات دولية مهمة بمقدمتها البنك الدولي واليونسكو واليونسيف ونأمل للتعاون أن يستمر مع هذه المنظمات الفاعلة من أجل أن يستعيد نظامنا التربوي والتعليمي عافيته بعد أن اهتز ابتداء من تسعينيات القرن الماضي نتيجة السياسات الهوجاء للنظام الدكتاتوري المبادئ الحضور الكريم أننا في الحكومة الحالية وانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع التربية والتعليم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وضعنا في منهجنا الوزاري رؤية طموحة لهذا القطاع نستهدف بها خلق نظام تربوي وتعليمي تتوفر فيه عناصر الاكتمال والنجاح وبما يجعله منسجما مع المعايير الدولية التي تعتمد الأنظمة التعليمية المتطورة واستدعاء التجارب العالمية التي أثبتت نجاحها وأحدثت انتقالات نوعية في الدول التي اعتمدتها من دون الإخلال بالمنظومة القيامية الحضارية الأصيلة للعراق نظام لا يكتفي بالاتجاه التعليمي المجرد وإنما يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر وهي كلها معايير إنسانية لا بد أن تكون حاضرة في أي منهج أو تفكير علمي وتربوي وليس هذا فحسب بل إننا نستهدف من خلال هذا النظام التعليمي الوارد في منهاجنا الوزاري تحقيق أهداف تجتمل على توفير فرص مستدامة في التعلم والتعليم وبجودة عالية تستجيب لحاجات البلد وأسواق العمل فيه كما نستهدف قيام المؤسسات التعليمية بتعزيز الشراكة المجتمعية وبناء أنظمة تعزز التفكير الإبداعي وضمان جودة مخرجات التربية والتعليم وبما يسهم في بناء اقتصاد معرفي منسجم مع متطلبات خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030 لإعداد جيل من الكفاءات الشاب الفاعلة المالكة للمعرف وهذا الأمر بطبيعة الحال يتطلب مراقبة وإشراف دائمين من أجل ضمان التطبيق الأمثل للبرامج كي تحقق أهدافها وهو ما أخذناه على عاتقنا حيث سنتولى الإشراف المباشر على أدق التفاصيل الخاصة بالتنفيذ هذه الستراتيجية من خلال لجنة مركزية بإشرافنا وبالعمل مع فرق قطاعية معينة ولن ندخل في هذا أي جهد من أجل إنجاح هذه الستراتيجية عبر المتابعة والتقييم لذلك فإننا حرصون على توفير الميزانية المالية اللازمة لتنفيذ كل ما ورد فيها من مشاريع وبرامج السيدات والسادة الكرامة إن جودة التعليم الذي وضعته الأمم المتحدة في المرتبة الرابعة ضمن أهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الأساس في تحقيق الأهداف التنموية السبعة عشر لأن كل أنظمتنا الحياتية مرتبطة بنظام جودة التعليم ولأننا لا يمكن أن نبني نظاما صحيا أو بنية تحتية جيدة أو بيئة نظيفة أو إدارة رشيدة للمياه أو أن نقضي على الفقر أو أن ننمي القطاع الخاص إلا إذا امتلكنا نظاما تربويا وتعليما رصينا لهذا ستبدل الحكومة الجهد والمال بالشكل الذي يجعل العراق يستعيد مكانته التاريخية بوصفه بلدا يمتلك دوما أرقى الأنظمة التعليمية وأفضلها إن أساس النجاح في النظام التربوي والتعليمي هو العنصر البشري معلما كان أم طالبا لذلك فإن الحكومة تسعى لتطوير الموارد البشرية من خلال زج ملاكاتنا الأكاديمية في المؤسسات العلمية الدولية لتتطلع وتكتسب أهم ما توصلت له العلوم الحديثة من نظرياته وأفكاره أما فيما يخص الأنصر المستهدف بالعملية التربوية والتعليمية فيسعدني هنا أن أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة للإبتعاث تتضمن إرسال خمسة آلاف مبتعف استجابة لحاجات البلد التنموية ودفع عجلة التنمية للأمام وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وختاما أقدم خالص الشكر والتقدير للقائمين على إعداد هذه الستراتيجية سواء كانوا من الوزارات القطاعية أم من الخبراء والمنظمات الدولية ونأمل أن نحقق الأهداف المرجوة منها وأن يستمر هذا التعاون مع جميع الأصدقاء تحقيقا لأهداف التنمية في عالم تسوده المعرفة والعلم والتقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة